خليني أبدأ مع حضراتكم وزي ما كنا دايما بنتكلم مباراة الأهل الأخيرة مباراة الأهل الأخيرة استطاع نادي الأهلي أن يفوز في هذه المباراة بربعية مقابل لشيء زي ما دايما بقول قطار الأهلي يسير بخطوات سريعة ورائعة خلال مشواره في العودة نحو صدارة الدوري الممتاز الأهلي حتى الآن في المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعد فوز مبارح على طلاق الجيش بربعية لسه متبقلين أربع مباريات مؤجلة زي ما حضراتكم عارفين وزي ما بنقول دايما في حال الفوز بالأربع مباريات هنعتلي قمة الدوري العام وبفارق نقطة عن بيرامنز اللي بالمناسبة فاز في مباراة اليوم استكمال المباراة النهاردة أمام نادي سموحة بثلاثية مقابل هدفين انتهى الجزء الأول من المباراة اللي كان من يومين واحد واحد ثم النهاردة استكملت المباراة من الدقيقة 49 ونادي بيرامنز أحرز الهدف الثاني والثالث وحسام حسن أو فادي فريدا آسف بيحرز هدف المباراة الثاني لتنتهي المباراة بمشاكلها بحلوها بمرها باليوم اللي فات باليوم اللي جاي بكل الهصة دي بتنتهي هذه المباراة بفوز نادي بيرامنز وحصوله على ثلاثة نقاط النهاردة استدارة دلوقتي 65 نقطة لصالح نادي بيرامنز بعد ما خاد 26 مباراة بينما النادي الأهلي لعب 21 مباراة فقط طبعا 26 مباراة بعد مباراة 26 إلى 25 يا شباب شوفوا بيرامنز قد ايه وقلوا لي الحزبة دي طبعا بتحط ضغط شديد جدا جدا على اللاعبين ولكن زي ما اتكلمت في الضغط ضغط مباراة النادي الأهلي على لعب النادي الأهلي وعلى الجهاز الفني عايز اقول لحضراتكم وهنا انا بوجه رسالة اللاعب النادي الأهلي وجهازهم الفني زي ما احنا مضغوطين طول ما انت بتكسب وبتؤدي بهذا الشكل الرائع وبهذا الأداء الكبير 26 مباراة فعلا زي ما قلت لحضراتكم بخمسة وستين نقطة واحنا لعبنا 21 مباراة اذا الخمس مباراة الفاصل بيننا وبين بيرامنز ان شاء الله لو ربنا كرمنا وانا نكسبهم نعود الى صدارة الدولة ويصبح النادي الأهلي متفوقا في حالة الفوز ان شاء الله بالمباراة المؤجلة اشتركوا في القناة